من المسلسلات الجديدة كمان مسلسل شوارع دمشق العطيقة وأبطاله رشيد عساف مرح جبر وصباح الجزائري صحيح صباح الجزائري قدمت كتير أعمال مهمة لكن أكثر الشخصيات لحبها الجمهور هي شخصية أم عصام بباب الحارة وكان معاها عباس النوري الأدم أبو عصام وصبحي قابلهم لما كانوا بالإسكندرية عندي سؤال أنتوا حقيقة بالحياة الحقيقية تلتقوا أنتوا أصدقاء ولا لا أكيد نحن أصدقاء ومن محاقلك كم سنة لأنه منكبر حالنا كتير أصدقاء العمر وهالعمر الطويل بيناتهم بدي من زمان ومن خلال أعمال عديدة التقو فيها ومن أقدمهم سهرة تلفزيونية باسم النزاع ضغطي خمسة يا منا راح أدام بك صحتك إذا بيتي بقى الحالة هاي هلا هعطيك شيء فعلك الضبط بس أرجوك تحافظة على صحتك كرمها لابنك بشار مو كرمها لي كتير سعيد بكل تجربتي مع هذا الصباح من البدايات وحتى الآن وسأكون سعيد حتى في النهايات لأنه متأكد أن هذه فنانة وإنسانة قبل ما تكون فنانة أصيلة جدا وشفنا هالثنائي ببطولة مسلسل سكر وسط اللي عرض في رمضان 2013 صباح أنا بعرفها من زمان من شي سنتين يعني ما اختلفت صباح كانت ساندريلا وبقيت ساندريلا ولقب ساندريلا اللي شهرت فيه كان من بعد لقاءهم بالفيلم التليفزيوني ساندريلا وكانوا بوقتها بعمر الشباب وبالفدايات بطفي باللي بعرفه خلص أو أنك ما ما بتحبيني أنا بتفهم معبوك وما بتكوني غير مرتاحة يلا أوني كيف يعني يكون مرتاحة لأنك ما تنقص بي على شيء كنت عم بسألك لما رجعتي للتمثيل لقيت أصحابك القدمة نفسهم مثل ما هنة ما تغيروا عليك ما تغير شيء كأنه مبارح كنت معهم وبتعرف أنت البني أدم اللي بتحبه حتى لو غاب عن عينك بس بيضل بقلبك والزمن ما غير فينا شيء الحمد لله ومن نجاح لنجاح كان الجمهور بيشتاء لوجوده على الشاشة كنت بتحسي لو كانت كملتي وما انقطعتي هذه الفترة كان نجاحك أكبر ولا كان هذا القطاع ضروري؟ لا ما انقطعت كتير أنا يعني اقطعت سنتين ثلاثة بس وكان ضروري لأسس عيلة والعيلة مهمة بتعرف يعني الفن صحيح مهم بس كمان العيلة مهمة جدا ومثل ما عيلتها مهمة في الحقيقة انعكستها الواقعية على دورها بباب الحارة اللي صار الجمهور يحسوا جزء من يومياتهم الرمضانية تتذكروا أحلى مشهد في باب الحارة بيناتكم؟ هنا في مشاهد كتير حلوة بس في مشاهد انشهرت أكتر من مشاهد تكون عنده مشاهد فشرت مشاهد اللي فيه فشرت وأنا بلا طالق وهذا انتشهر كتير وصار حتى انتشارهم مزهل ومريع يعني حتى لدرجة كبيرة فشرت يبعت لي أطعل زاني يبعت لي أطعل زاني يا وعيكي وبتنقل عبرات البنية يا رب يا الله أنت طالق في لحظات إنسانية بين هالشخصيتين كانت دائما تحمل وجدان بيشبه حياة الناس حقيقة هلأ في كتير شخصيات بباب الحارة أخذت أنماط إنما في بيت أبو عصام ضلوا هذول الناس بيشبهوا الحياة ماك أيوة حقيقيا تماما شكرا على التعبير عن جد حقيقيا أكثر من غيرهم وبيضل في شي كبير بيفرق بين الواقع والتمثيل وخصوصا لأنه هالمسلسل بيحكي عن فترة زمنية أديمة حاضر يعني حاضر يا الله يا الله يا الله مرد كوب ما في ولا كلام تتذكر المشاهد تبع الولد صغير البابي بيحط ربوش عراسه بفوق دي شوف اللحظة اللي هلأ هي بتقول يقبرني فيها لأنه هذا إحساسها كان طبيعي بيشبه الحياة تركيبة أبو عصام رجل شرقي المراهية اللي تابعة بس أنت كنتي قوي أقوى من الباقي النسوان بالحارة بس هلو هكي يكون في زوج بهذا العصر؟ لا هلأ الوضع مختلف تماماً يعني الزوج لازم يكون متفاهم وأنا زوجي كتير متفاهم وبيحبني وبيدعمني دايماً أن يكون بالصفوف الأولى فنياً يعني فأبو عصام ما بعتقد عنده هالعقلية هلأ أنا بصراحة محضرت باب الحارة بس بسمع من الناس أنه كانوا بحبوا شخصية أم عصام وأبو عصام وحبين يرجع شوفوهم هون سوا هلأ ممكن يرجع يشوفوهم سوا لأنه في أخبار بتقول